هل في موصفات يا دكتورة للصديق السوق وحدة في عشرين تلاتة وعشرين؟ هو الصديق معروف من زمان يعني صديقك من صدقك يعني لما أقوله حاجة يقولي الصدق هو ده الصديق لكن أي حد بيزيف بحقيقة لأن أنا لو أنا يعني أي حد يدني معلومات مش صح هبتدي أخطار اختيارات مش صح صحيح وبالتالي هتبقى الدنيا مش لطيفة فهو الصديق من الصدق لو مش صادق ما يبقاش صديق دايما يقولك يا دكتور انت شخصيتك أكتر خمس يعني زي أكتر خمس أشخاص حواليك بتتأثر بيهم فلو هم نكحين انت ناجح لهم فشلين انت هتبقى زيهم وهتبقى فشل يعني الحاجات اللي ممكن أو لازم أبعد عنها لما لقيها في صديقي خليني أقول مواصفات كده معينة لو شفتها في الشخص اللي قدامي لأ خلاص انت حد مضر لي حد ممكن تضرني فأحبت عنك إحنا كلنا بعد وقت بيبقى شبه بعض يعني اللي بيشتغلوا في مكان واحد بعد فترة بيبقوا شبه بعض منين إيه الأنماط السلوكية من بعض حتى في الملابح بيبقى شبه بعض اللي بيرتبطوا ببعض بيبقوا شبه بعض الصحاب بيبقوا شبه بعض فكل ما الناس كانت متفقة أكتر كل ما بقوا شبه بعض أكتر حتى في السلوكياتي إحنا مثلا في الجامعة لما نعادي مثلا نشوف جروب كلهم مثلا لبسين دريس زي بعض البنات كلهم اتفقوا يلبسوا فساتين زي بعض أو اتفقوا يلبسوا جينس زي بعض فبنعرف إن ده فيه اتصاف في الجروب المفروض الصديق إن أنا بقربه مني كل الناس كويس وكل حد فيه حاجة كويسة وحاجة مش ولابط فأنا المفروض أخذ الكويس يعني ما خليش الناس كلها على نفس المسافة مني لما لاقي حد بيكتب مش بيكتب في حاجة مثلا حتى في حياته يعني حتى في حياته إن مثلا لأ أنا كان عندي كذا وبيعته وهو أصلا ما كانش عنده دي حاجة ما تضرنيش هو بيحاول يتزين اجتماعيا أو يتجمل اجتماعيا أو مجتمعيا أو كذا بس ده معناه أن مبدأ الكذب موجود عنده فدوة مش صادق أنا ممكن أخرج مع أخرجة حلوة ممكن كذا لكن كصديق إن أنا أتمنه على سري إن أنا أخذ رأيه في حاجة لأنه هو طبيعي بي مش صادق إحنا كده مش هبقى لنا صحاب يا دكتور لا يعني أكيد في نفس يعني لا أخذ من الناس على قدهم يعني إحنا على الفكر إحنا في الحياة منتكئ على بعض ما فيش حد يقدر يعيش من غير أصدقاء واللي من غير أصدقاء بيجي لهم اكتئاب والمفروض يبقى عندنا عدد كبير جدا من العلاقات يعني المفروض ما يبقاش عندي صديق أو اثنين لا أنا المفروضي بقى عندي كتير لأن أنا لو عندي صديق أو اثنين حد سافر وحد ما طلعش على المستوى اللي أنا متوقعه فأنا أكيد هيجي لكتئاب صحيح وهقول إن الدنيا كلها ما فيهاش خير هي مش الدنيا ما فيهاش خير أنا خدت عينة صغيرة لكن أنا لو عندي عشرين حد بعرفهم في حد كويس في الخروجات فمثلا صاحبتي دي بروح معها السينما بصهر معاها في واحدة مؤتمنة على سر فدي بفتفض معاها في حد مثلا إن أنا ممكن أعمل معاها ورق شغل أو إن أنا ممكن أوكي فكل حد باخد منه حاجة بنا أخد منه حاجة